موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة جدا ورنمجكم المشهد والتي نخصصها للحديث عن إشكاليات التشغيل في موريتانيا والتحديات التي تواجه البلاد فقد خصت الجمعية والوطنية في الثامن عشر من يناير المنصر من جلسة لرد وزيرة التشغيل والتكوين المهني على سؤال مشفوع بنقاش وجهه إليها النائب عمدينة جوجة السيد سيد أحمد المحمد الحسن وقد اعتبر النائب بحسب مصادر لشبكة مراسلون أن وسائل التكوين المهني تعاني مجموعة من الاختلالات ولكرهات على مستوى البنى التحتية والمصادر المادية والبشرية مع غياب خارطة طريق لإصلاح منظمة التكوين المهني ما يجعلها عاجزة عن الإسهام في تحقيق الأهداف المنطبها الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستيديو السيد سيد أحمد ولمحمد الحسن النائب عمدينة جوجة أهلا بك أضيبنا الكريم بداية ما هي أبرز الإشكاليات التي تواجه عملية التشغيل في موريتاليا من وجهة نوعيكم شكرا جزيلا بعد ذلك أريد أن أشكرا لقناة المرابطين على إتاحة هذه المرصة لنقاش هذا الموضوع لأن هذا الموضوع بلق الأهمية تعلق الأمر بالتشغيل والتكوين كما تعرف على قل الحالية موضوع التشغيل والتكوين موضوع مرتبطة لهذه الحالة مازالتهم حلقة فارقة من بين تكوين مازال في واد والتشغيل في آخر وإياك يخلق التكامل لابد أن يكون هم هذا الفراق والله هذه الحلقة المفقودة من بين تخاطم ومن الموضوعين مازالتهم مفقودة يلا نجوه آلية قادة تحقق موضوع التكوين المهني على قل الحالية موضوع من موضوع التعليم العوما تعليم العام في البلد و نصها على ذلك القانون التوجيه لتكوين التعليم هذا الصغر 2021-2023 وهو قانون توجيه هذا القانون حدد مسارات التكوين العام مسارات هذا اللي نقال له تعليم العام من عامل السنة الأولى إلى البكالوريا وبعد ذلك المسار الجامعي يقبله قانون التعليم العالي بينما المسار الآخر اللي يعني يعود في العالم كامل مسارين متوازيين من بداية الحلقة التعليمية يختار بهم الطالب يمشي بهم بالتالي هذه المعظمة التكمين المهنية حالان مدخلات حقاة الناس اللي لافظوا التعليم اللي ما قد تجبر أي مكان في معظومة التعليمية تقيس التعليم باختياراً ومعها مرقمة بعض ما يقعوا أختارهم بالتالي كان لابد منوجود حلقات أو جسور بين معظومة التكمين المهني معظومة التعليم العالي معظومات التربوية كانت موجودة هذه الجسور مفقودة يعني اليوم ماتي القانون التوجيه في واحدة المادة وهذا المادة في نصف مادة واثنين وتسعة على حال مهموم التكوين المهني جزء من نظام التعليمي العام وكذلك في مادة واحدة وقرر حاله مسارات تكوين تحديد مسارات تكوين المهني إلى القانون التكوين المهني ويصفنا الثمانين في الـ 2018 الذي ماته 11 كان يحدد المسار الذي يطالب من يوصل إلى مرحلة باكالوريافي الـ PTA و PTS من يوصل حال الوفق الان مستود في هذا المنظوم بلحق PTA و PTS أكبر شيء موجود فيه ما تطالب عنده ما تعده جسر يواصل به التعليم العالي ولا تعده جسر حتى الشهادة الذي يقبضها نفسه حتى لا يملك مفاتعات مطربي هنا قد أقول لك بعض أنكم تحملون وزارة تشغيل أكثر ما تحمل لأن هذه اختلالات قد تكون مسؤولية على وزارة التعليم العالي على تقادم المناهج على الطريقة التي يتم بها تخريج هذه الأشياء لا لا شرف تعليم العام كان واضح في المسارات ولا بد أن يكون فيه تناقم بين المسارات التعليم أموان تعليم فيه تعليم عالي وتعليم النظام العادي والتعليم التكوين المهني ويجب الطالب في المظلمات لقدر تنجح في المظلم التكوين المهني لأنهم تلاقمهم وهم جسورهم بين هذه الأنظمة التي تكون هناك ما دامت هذه الجسور مفقودة أنا كطالب وأب تلمني ما لن نخليه قد يدخل المسارات التكمين المهني لأنه ما عنده وفق الوفق مسدود وفترة معينة معاملة الحق لبيتها شهد بيتها من سنتين تكمين سنتين والله بيت اس تكمينه لتسنوات هذا الطالب جاد وعنده كثير من الكفاءات والخبرة مات عنده وفق قاد يواصل به تعليمه كان يالله نفتحه الجسر وعد التعليم العالي على الأقل قاد يشارك يعود في هذه المعاهد الأخرى للتعليم العالي وبالتالي يعود الطالب من البداية قاد عنده حلاعات عنده هواية تقول مدخلات هذا النظام الذي هو التكوين المهني تقعد مدخلاته ونفسه مدخلاته قابلة للتكوين مناقة مادة عندها قابلية نفسه وختياراته وهذا الجناج فيها ألمانيا وكذر من الدول اللي نظام التكوين المهني أصبح يتناقل مع حاجيات السنوات هذا الخلال الأساسي بي قلت لك عنه يحيلوه القانون النظامي للتكوين المهني يحدد مادة 11 عن يالله هم مراسيم تطلع تحدد مسارات التكوين المهني وتلاقيها مع مسارات التكوين الأخرى وهذه حتى لأن المراسيم لم تتخليص لم تتصدرت إلى اليوم كذلك في مادة 48 يحدد عن مهمات إياها لجان توجيهية مشتركة من القطاعات العموية كاملا هي تعمل تطيع رؤية توجيهية لهذا نظام التكوين المهني نحن نكون لاش نكون لسوق عمل يجب أن نكون معرفة أولا بسوق العمل شيني احتياجاتنا بسوق العمل اليومات يابنين شو دراسة السوق نحن معدل دراسة السوق نكون نفس التكونات عندنا نفس الورش وعلى أساس سوق الورش ينقبوا الناس ما يعنينا كانوا مطلوبين في السوق ولكن السوق العمل أيضا هو الآخر في النهاية لا يذهب إلى الجامعات ومراكز التكوين للبحث عن العمل لماذا؟ لأن كما قلت لك هذا الجسر هذا التناقل بينهم ما زال مفقود الحلقة مفقودة لا بد أن نبحث عنه لا بد أن نصلاحه إياك نعودهم نكونوا من أجل شيء موجود في السوق العمل ما نكونوا إياك نكونوا أفواه مفتوحة ما تخديم قدمة للنجزء بالتالي هذا الفراق الذي موجود هنا لا بد أن نسده هذا القانون من نفسه قال عنه يجب تشكيل مجلس وطني للتكوين المعني وتشغيل هذا المجلس يحدد من نفسه احتياجات فيه هذا من جانب الفني والقانون أنتم ذكرتم بمداخلتكم أو تسألتم عن عكاسات التمويلات المبالغة الكبيرة التي تلقاها القطاع على التكوين وعلى التشغيل لو تعالج على هذه النقطة بالتحديث نعم ما فتحنا في النظام من التكوين مهني اهتمينا بالكم وكيف وفتحنا في النظام التحليمية كاملة أكثر من الكيف بالتالي فتحنا الكثير من المراكز بدون تقييم القدرات هذه المراكز التي تشوفها في الورش ما عنده قاع ورش ما عنده شيء والطواقم التربوية كثير من هاجر هذا القطاع الذي لا رأى فيه نفسه للمهندسيين والناس الذين قدرات طيئة ملبوطة اليوم تلقفت الشريء من المستشور شركات رقم قناعة بالتعليم وعلى وقات يكون في شيء يقع مرة شيء كاردو ورش متهالكة رقم هذه المبالغ التي ضخط والاهتمام اللي يجبر حقيقة في الفترة الأخيرة وهذه من التمويلات شيء منها دولي وشيء منها وطني إلا أن هذه التمويلات كلها ما نعكست على قدرات تحسين قدرات الفنية والقاعدة التي قاعدت تعليميا في هذه المراكز التي تشوف ورشاتها ورشات متهالكة اليوم أتياب عالم حتى قاع هذه المهن الموجودة عند اليوم ستختفي بعد 5 سنوات ستختفي لأن لابد هذه المضومة التي تعمل بسرعة مضاعفة لكن نتدارك على الأقل نحافظ على الموجود من الوضايح بعد قاعد لا يقض يخسر اليوم نرى ميكانيك السيارات اليوم حتى السيارات اليوم بنيت هي نفسها تغيرت معنى عات إلكترونية أقلب يتم معنى هذا الميكانيك اللي قاعد مشبك سواعده منين يتم على هذا يبقى على قارعة دائما ماشينا منالك خلل في عدم واكبت معنى لا السوق الذي موجود فيه واضح ما نقادي نستطيع به ليفهم التي مهن التي تختفى علينا الصباح وهلها يا الله نحن مسؤولين عنهم يلا نطور معارفهم وتكوينهم وعود عنهم آلي التطوير هذه المعارف هل يتن يقود هنا نقطة أخرى ذكرتم بالرغم أنكم قلتوا أنه لا أحد يجادل في أن مظلومة التكوين المهن لم تعد تستجيب بالشكل فعال بحس مداخلتكم عرف سوطان إلى تدني مستوى الكفاءات سواء على مستوى المهارات التقنية أو العملية نعم هو الخريجين هو المتخرج على كل حال المظلومة فيها مكوين يقوم يقوم ويقوم يقوم معاق القطاع المهني معنى قطاع متسارع ويستمر يجد بعد ذا التخصل عنده قاد يتم مواكبه وقاد يتم يقدم فيه الشهيد يعني هو متقير مع ما هو موجود وتقير التقنيات الموجودة والطالب يقول نفس الشيء يقوم بها يطبق بها ويقرأ ويشوف ومناخ ذاني مؤسسي يعني يعود هو من نفسه يقيم مخرجات هذه المعاهد الإلهي نحن من بعض يجبر جزء من الشيء هم تنظري عند هذه المؤسسة يالله نعود فاتحين للأفاق وفتوح ونوافذ مع هذه المؤسسات التي لدينا نوماتها قاد هي المؤسسات تقييم رجع تقييم المخرجات نحن ماذا تلاحظون فيها على ذلك الأساس قاد هذه المناجد تتطور وقاد عندنا ملومة تتناقم مع حاجة السوق لانت مكاملين قاعدين ونقول احنا ما أدنا مدى خبرات كيف نحصل على الخبرات كيف نحصل على المعارف بدون تناقم بين مؤسسات تكوين المهني وسوق العمل اللي هو الشركات المؤسسات الوطنية اللي لا تفتح بوابها قدامها خريجين هذه المدارس المدارس تقول مؤسسات الدولة من القطاع الخاص أيضا القطاع الخاص القطاع العام مسؤوليتنا جميعا هذا مسؤولية لا يمكن أن تغضى عليها أن يوظيف عاملا مثلا لا 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 القطاع الخاص دوره على كل حال كواجبات يقول يعد عنده واجبات تجاه هذه الأجهة اللي هي هو يشتقل من أجل عاملة وطنية يا الله تعود تولف يا الله تعود خبرات كل ما كانت عندك خبرات كل ما كان أداء القطاع مهارة كيف تحصل عليها هؤلاء هؤلاء تحصل المهارة لأنهم فتحت لهم آفاق كثير من الناس اليوماتي الموجودين لذلك شديد من أماكن اليوماتي التي ضايع لديها الكثير بفرص شغل وفرص شغل فتحت لناس أجانب وطنية لا لمهارات يمتلكوها رغم عن الناس دائما يحاول يبرع عنهم عندهم مهارات لكن لأن قابلين عنهم يشتغلوا بظروف قاسية وبمبالغ ضئيلة ونشيش عن مستدمرين أحقا مشاوزوا هذا المسار لو عادوا كل واحد يقعدوا يقول الموريتاني لا عنده خبرة الموريتاني لا عنده خبرة الموريتاني لا يقعد عن خبرة تتكاثب الجهود سواء قطاع خاص سواء قطاع عام وتعود عنده إلزامي لهذه الشركات المستدمرين الوطنيين والأجانب الموجودين عندنا يفتح باب للتدريب لهم بدل ما يقعد مستدمرين أجانب تتكلم عن تكوين أجيال عدد كبير من الموريتانيين في حين هي ليست ما يوظيف تتكوين هاي ناس تحسن مقدرات هاي الأماكن التي تكون ها الشباب الموريتاني وتفتح فاق يرمي بالثقل على هذه الموسات هذه الموسات ما تريد تعطي أكثر ما ممتيح لها لكن في الفترة بالتزامن مع عدم التشغيل وفرص تشغيل هجرة الشباب إلى الولايات تحدى الأمريكية التي شكر إلى الأخرى عائق مهم في هذا المجال لرأيكم سبب هجرة هؤلاء هل هو عايد إلى انعدام الفرص يعني عدم وجود فرص عمل عدم وجود فرص كافية أم هي فقط موضة يمكن أن نسميها صح على كل حال لا أظن أنه انعدام فرص العمل نفس الفرص العمل التي يلقاها الشباب في الخارج متوفرة بالكثرة لكن هل هو نفس راتب هل هو نفس نفس الفرص موجودة متاحة لكن هذه الفرص التي افتيحت لقائلنا افتيحت لأسر من الناس الأجانب لأسف كما قلت لك لا بد منهم ما نستدرك عن عدوها ماتيها مهان وطنية جبرا عدوها الموريتانيين الوحيدين هؤلاء يستخدمون هذا النزيف سي يتواصل حتى الناس قاعدت تشغال دور تمشي بهالي حقا اليوم نشوف نحن يخلق استثمارات على الأرض الواقع وذلك الاستثمارات ينشي عنها فرص عمل جديد للمواطنين الموريتانيين هالي الاستثمارات الكيل اللي قال يبين تعال 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 في التجهيز التحتية اللي يالله يستقطع بأسر من العمالة الوطنية اللي مهاتمين تخلص تجبع عليك قال يتلام لك 100% عمالة اجنبية ذالي اللي ينشره المعدات شارين من أسواق أجنبية معانا استثمرنا في اقتصاديات أخرى وهذا لا يشقل فيه المولي شيء من الجانب جايينة نتيجة اللي عنا دائما مستثمر فينا جشع يبقي الربح ياسر لا يلو دلال حد لا يستطيع يشتغله في الظروف القاسية وهذا الموريتاني لم يستعد وبدون رواتب دنيئ جدا لا تضمن وهذا ما يقبله الشباب ولا يمشي هاجر من المات ودهمات قوانين ورقابة القوانين موجودة يقير تطبيقها وتشهيز على الواقع ورقابة قريبة من هذه المرات اللي ذي هذا حقا الفرص لا يتم هذا النزيف لا يتم الماشي يسوى نجيب الاقتصادي من ناحية المادية والنزيف البشري اللي احنا ذكرنا عليه ياسر في تكوينه وتأطيره وبعدين لهذا هو يشتغل ويستخدم اقتصاديات ذانية تنمو به ونحن بحاجة حقا يلا يفكر لي لماذا نقدر نتمون نكون ونقرصوا لتكريف للتكوين بس نحسبوها إضافة لتكاريف الناقل تمثيل للطلب الآخر وزارة التشغيل في النهاية تحدث عن مشروع كبير جدا تصبوه بالطموح وأنه خلق العديد من الفرص التي تحدثونها عن مشروعي مستقبلي لي تقول أنه وفر آلاف الفرص للشباب هذا أيضا يمكن أن يحسب هو الآخر كخطوة مهمة جدا لتعزيز أو لمحاربة البطالة في وساط الشباب ما نعرى لكي لحال هذا المشروع والمشاريع التشغيل حقا نين نشوف فلسفتها نفس البناء نفس الفلسفة نفس التوجه اللي كان عندنا من الثمانين ما زلنا ما يشنع لي ولا قد يحل هذا يا الله نقفوه وغفو التامل وما ممكن تعدى المسارات لكن فيه شباب استفادوا من هذا المشروع استفادوا فيه الشباب قابوا تمويلات بهذا المشاريع واليوماتين موجودون بلدان أخرى ما هم موجودين على الباقي رصف الحياة رصف الحياة ومشاوا معناها عننا نخسرنا تمويلاتنا وخسرنا وظائف هو اللي أهم من هذه المشاريع تبنى على الأساس هل نعطوك مشروع على الأساس في العالم يبنو على الأساس تنشيط الموسات السقيرة والمتوسطة ومتناهية السقر هذه الموسات هي الرافعة الاقتصادية في البلدان كاملة هي التعدل الاقتصادي وتحرك التنمية فيها نحن لأسف شديد نديروه بشكل شخصي أنت في الان عندك تجيب لي مشروع جيد ويعود قاعد مشروع جيد وفيه جماعة مع المرأ هذا المشروع أنا توخف من وراه عن الشقة لي عشرة أشخاص مولت هل 180 شخص لأن أعتبر عن كل واحد من مشروع منهم هلين عنده عشرة أرواقج معنى أني عندي هل 300 فرصة عمل قاعدت نستقطبها للاسف شديد هذا مول واقع عندما نشوف هاي المشاريع اليوم هاتي يجب بعض الشخص معين من يجي لها اللي يتمول ولي يقول شوف اتصال مع هذا النظري هذا التمويل اللي عندك هذا الجن المشروع إذا طرحانك جنبا واشري لك ويت ولا كلاطة خامرة لأي توقود أنت تقسر بعض قاعدة تهمك وقتك فيها ولا لك يدخرش وفرص العامل الحاسبين نحن علي وحاسب علي الدولة عامل يمتصد ما خلقت بالتالي التمويل هو من نفس وحاقة يا الله يراجع يا رأى فلسفته من نفسه تراجع هذا ما يوحد هو التمويل لأنه تشوف كم المجلس في الزراعة فيه كثير من هذين يقلوا الشراكات والله هذين يقلوا شركات بجطاقة بجطار نظام الاستثمار الوطني عماتية هذه الشراك مهلا تعطيهم بالدولة امتيازات معينة يعني فيهم من الضرائب كذا من السنة تعطيهم كنوع من التحفيز تعطيهم قطع أراضي كبيرة وينقل لك هذا المشروع يستوحى منه عن يولف ميت وظيفة دائمة وكذا وظيفة دائمة غير هذا يختفي نهار الله هنالين من الصبح يمشي ملاه يبيع القطع الأرضية يجبر منه التمويل ونضيع للدولة امتيازات ضريبية كانت يالله تدخل للاقتصاد الوطني تضخف فيها ويضح أنه مولي فرص عمل كانت ضايا لكن أنتم أنتم نائب في الأغلبية الموريتانية وأيضا هنا في حديثكم قلتم أن في خمطة الجمهورية في عائد من المناسبات دعاء إلى تطوير منظومة التكوين المهني والآن تتحدثون عن وجود هذا النوع من المسلكيات شخص يبيع قطع أرضية وأنه هناك اختلال كبير في قطع التشغيل يعني كيف تتحدثون عن هذا أن الرئيس الجمهورية لديه يعني إرادة ودعوة إلى إصلاح القطع وفي النهاية هو الآن صار له مثلا أربع سنوات رئيس أو خمس سنوات حتى وما زالت هذه المسلكيات في آخر تراكمية جاية نبعيد يعني بعد ما نقوم بها تكلم عن هذه المور يغير بعد جاية نبعيدية بس خلل هيكلي معناها خلل هيكلي إحنا ذا اللي ندوره شنه يلا نقف التوامل ندوره المشاريع بحقاة تصورها وواضح لكن هذه مشاكل تنفيذ 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 تشغيل تكويم هذه أولويات في العالم الآخر في العالم الآخر أهم حاضنات أعمال في كل مؤسسة مؤسساتك من هنا حاضنات نعمل هدف شنه هي مواكبة هذا الشباب الذي لا يوجد فكرة عن إنشاء مؤسسات أول ينطرح فكرة المشروع كمؤسسة تواكب هيئات معينة عن قرب وتعود جزء شريك معها في هذه المجسسة التي تنشئ نحن 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 خمس ألاف مؤسسة ناشية مثلا مؤسسة صغيرة في أي مجال معين ونحن نحن نحن ونحن واقف ونحن رائع ونحن مبارغ التي ندار فيها بشاد ونحن استفاد من نحن ونحن نضخ الأموال لم تكن تمكين الرياح تمول وتعطيها تموي آليات لإنتقاء هذه المشاريع التي هي المشاريع المشروع المستقبلية فلصفته كانت أصلا عنه يا الله أولا يضيف خدمات جديدة يا الله هذه المشاريع التي يدين عدو من أنت يوماتي تعدى البحث على هذه المشاريع الموجودة عندك لا تراملها واحد على أرض الواقع نحن نموي لماذا هذه النسخة الرابعة التي مقبن عليها حالا ولا ذم بعض الشخصين المعرفة به الشخصين المشاريع التي خالقها منها على أرض الواقع فعدبها يعني السؤال مباشر هل تعتبره تراكميا أم أن المسؤولية تقع الوزير الحالية بالتحليل التي سألت نفس الواقع ما عندها علاقة بالموضوع غير بعد التراكم يقع من الشياء القطاع من زمن ووضع حقوق الإنسان والدمج ومكافحة هذا جاي من هذه الفترة التي هي لكن ما زلنا يوم نشاهد نفس التمويل نفس الفرسب هو ما وذلك وحد دقاء حتى في المصارف نتل المصارف لا يوجد خطوط اهتمال خطوط اهتمال مجورة وعامل على العامل الخارج عنها هذه الخطوط تعمل على تمويل موسات السقيرة المتوسطة وامتصاص لبطال الشباب وهذا يوم يجب ورقة وشباب ضائع ما عنده معناها مشكلة رقابة تقييم تقييم هذه السياسات هذا هو حقا الشكال الثاني الفلسفة الموضوع القوانين موجودة جيدة كامل مستقبلا الآن كما ذكرتم الغالبية أو بعض الشباب هاجروا إلى البطالة منتشرة بشكل كبير جدا في موريتانيا وحتى اللحظة ما زالت هناك مشاريع يتم تمويلها وتختفي بعد يوم أو ذنين كما أسلفتم قبل قليل هل وصلنا إلى منحل لا يمكن وجود حل القطاع أصبح فاسد القطاع التشغيل أم هناك حلول الحلول دائما موجودة والأمل دائما ينبقي أن يظل موجود لكن على الأقل يا الله أن نوقف التأمول ويالله دمت هذه المشاريع هل لا يمكن من مرحلة دقنا خص الخطر صحة تعالى ولا بد أن نقول لك عن اليوماتية هذه المشاريع التي يجب تقوم خارج الشين قال مرحلة تقييم تقييم وقياس الأثر هذه المشاريع هذا مازال قايم ولا بد من يعود موجود هل قالوا التشغيل ما هو سوية قاعد وزارة وحد هذا التشغيل قطاع وفقي معنى الناس كاملة يلا تفوت تقاطع فيه يلا نعرل عرف عن من شوف الميزانيات هذه القطاعة نعرف أنت جديد تخلقي لي كوزارة بهذه المبالغ التي تطلق من فرص عمل هذه المواطنين العدنية واندر كان عندك جهاز رقاب يقعد يراغ من التشغيل ومن نفسه مشتت بين التشغيل والشغل وعاد دم وهدر بين القطاعين لا مهلا تمر رصاص أخطاع أو متابعة شي لا بد لك تعدل دورة كاملة حول القطاعات الحكومية بينما يلا العدهمات رؤية وطنية تتغطأ حول الاستراتيجية وطنية التشغيل تتغطأ حول القطاعات الحكومية كاملة والقطاع الخاص حتى يقعد داخل رافعة الأساسية لتشغيل القطاع الخاص ومات الدولة مات المحرك من قلال هذه إزمارات حريصة لفرص المتاحة ومخروفة تخلق حقا المواطني ويلا من هذه الفرص لا يتم لاجئين اتفاقيات مع اتحاد العرباب العمل لا يقبال خمس سلاف من يقبال حلام الضمان الصحي هذه الفرص الحقيقية هذا الآخر ضاع فيها حقوق للدول وضعت فيه حقوق للمعلومة التي دعم للنظام الصحي وتمويل للنظام الصحي وضاع فيه حقوق العام لأنه لا يوجد مكرون ويضمن حقوق وبالتالي هذا نعمل تشغيل شخصيا لا أحسب ولا أحسب تشغيل ولا لدينا لبرا لدينا لدينا العودة باطل رجع عن مظومة التكمين المهني يا الله تعود همات يا مزات هم حلقة مفقودة بينها المظومة الاقتصادية هذه الحلقة ونظام التعليم يملي بإهلي لم يخلق جسور بين هذه النظام لا ينتم مخرجات ضعيفة المخرجات ضعيفة المدخلات ضعيفة المدخلات ضعيفة قطعا لا تتوقع عنه إهلي كاملة الموجودة تشاكل التواصل مزات مطروحة وشركات الأجنبية مزات ضرها خافت تشغيل وطني وتاحت ورصة التدريب ما وقع لبعض شباب تشغيل قبل أن نختم هناك نقطة متعلقة بالرفع من تنافسية المقاولات الوطنية هذه النقطة بالتحديد لو تعرف شو نحن لأن مقطاع المقاولات هو الآخر هناك حديث عن كثير المقاولات الوطنية السبب والمشكلة الأساسية هو من يقوم بها كادر وطني والشباب وطنيين مكونين تكون جيد حسنا نحكس على المقاولات الوطنية ومقاولات المقاولات لا يعدوا إضافة لهذه الشركات الوطنية وهذه المقاولات الموطنية ويدور قطعا يحسن مسائل الانتاج وحسن من التنافسية تم الخدمات التي قدموها هذه الشركات مقارنة مع الشركات الخلال العالمية نحن اليوم ما يلا نعود نحاول نحصر تشقيل السوقنا الوطني السوق ضعيف السوق مازال محدود يغال ريال نعود عدنا آليات وهيئات تعد هذا الشباب الوطني يحضر في الاقتصاديات الدولية التي لا بد اليوم تندمج فيها يكد على الأقل ذا ما هي تنتص البيطالة تنتص عن طرق وهذا هو لجعل عن هذا تحرير تحرير هذا الذي نقال الكتتاب الذي كان يالله في القانون القانون الشقل الذي هو 017 2004 كان حيل مؤدد عنه يالله على كل حال من ناحية رسمية ناحية المسابقات الوطنية عندهم لجنة وطنية الدولة يعني يعني الاقتصال الخاص اليوم يكتتب عاد مؤسسات اهلية مؤسسات وطنية بالتالي عدالة وشفافية هالكتابات حقا يالله يراعى فيها مراسين يالله اتنوم هالكتاب هالناس يعني نعرف كم عدنا اكتتب منذ كان الكتتاب كان طرق القانون يالله يعدل في عمل يالله يالله يتم الأمور مؤسسات اهلية تشتغل قريب وغريب وهذا ما يضمن الشفافية المواطنية الملتنية لأن السيد سيد أحمد الحسن النايب على مدينة الكتيرجة شكرا لك حسن اشكال لكم على كامل المتابعة وإلى اللقاء